السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم اجريت الجولة الخامسة من دوري الابطال والتي عرفت عديد المفاجآت والاحداث في المباريات المجموعات من الخامسة السادسة السابعة والثامنة والتي عرفت تأهل ثلاثة اندية جديدة اليوم اضافة الى الاندية التي كانت متأهلة من قبل في المجموعة الخامسة اتليتيكو مادريد تأهل رسميا بعد الفوز على فينورد خارج ملعبه ثلاثة واحد ونفس الشيء بالنسبة لنادي رازيو بفضل ثنائية ايموبيلي فاز على سلتيكو ضمن رسميا تأهله الى الدور السادس عشر والمباراة القادمة بين رازيو والأتليتيكو ستكون من اجل المرتبة الاولى في المجموعة السادسة والتي تضم اربع نوادي قوية وهي البوريسيا باريسا جرمان يوكاسل وميران نادي بوريسيا دورتموند عاد بفوز ثمين ثلاثة واحد من ميرانو وتأهل رسميا الى الدور القادم وباريسا جرمان بفضل كيريان مبابي في اخر الثواني تمكن من تسجيل هدف التعادل ويبقى على حقوقه على حظوظه كاملة خاصة امام نيوكاسل الذي كان متفوقا وفي المجموعة السابعة نادي موشيستر سيتي قالب تأخره بهدفين الى فوز بثلاثية وضمن المرتبة الاولى على حسب رايبزيتش فيما ضمن نادي يوك بويز المرتبة الثالثة بعد فوزه على النجم الاحمر لبيلقراد في المجموعة الثامنة والاخيرة وفي الامسيا نادي شخطار فاز بهدف مقابل السفر على نادي انتويرب وبقية في الصراع من اجل انتزاع مركز مؤهل للدور الثمن النهائي وفي قمة المجموعة تمكن نادي برشلون من قلب تأخره والفوز بثلاثين واحد بفضل كل من كانسيلو وجواو فيليكس وصعد رسميا الى الدور القادم وهو وعدها الى الدور القادم كما قلنا بعد الغياب لموسمين كان يفهما فقط في الدور الاوروبي وستشهد مباريات الجولة الاخيرة صراع بين نادي بورتو وشخطار على المركز الثاني شكرا لكم على المتابعة اشتركوا في القدر شكرا